سبحان الله لقيت من مستندات والد ويعقب رفاعي السيد ويساجم السيد أحمد الرفاعي مستند وايد مهم الوزير والنائب وشيخ طريق الرفاعي في الصوفية دولة كويت رحمه الله عهد ووعد يعني ما أعضبه بين اللي هو وما أصدقه من وعد قال السيد محمد مهد صياد الرفاعي الشهير بالرواسي وخاطب وارثه السيد محمد أبل هدى الصياد الرفاعي رضي الله عنه في كتابه فصل الخطاب صفحة 187 بما نصه أيها الوارث كأني بك وأنت في مط ظهري عزك تلتفت عليك المحافل يعني صرت مشهور وأنت صدرها مجالس وتجتمع عليك طلاب الوسائل وأنت بدرها وليك يقول أمرها في حضرة من حضرات الله تعالى قال تعالى ألا الله الخلق والأمر الوارد كان يقول يقول يلي الله يفتع عليه الدنيا الله يعينه يعني هو كان غيره متمكنين بس بعضهم يخوره تعودوا مظهريتك يعني يقعد مكانح سلم مظهريتك قلوبا وتشيط نفوسا وبعضهم يعني يغفر له يضيع دينه وأمانته وخيه يأكل حرام وتسقر عيونا وتسقر عيونا وتصفر وجوه وتلكن السنين فاصبر لحكم ربك ولا تكن في ضيق مما يمكرون في ناس مأذين يعني عهدي من حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساحة المدد الأجمع شوفوا بعضهم كلا يقولوا لي مدد مو حلوة أن من آمن بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وأتى بالمفرضات يعني بنية الإسلام على خمس شهادة إلا إلا الله وإقام صلى الله عليه زاكاة وحج البيت ومن استطاع إليه السبيلة شهادة إلا الله ومحمد رسول الله وشيء من السنن وكف خوفا من الله تعالى عن الكبار وتخلق بخلق حسن وعقدته بيعتك عني في الطريقة زهراء رفع يعني أخذها مثل والد يكون يشوفها وارث محمد فأخلص الحب أمس قلت لكم الحب يحارب النصب والنهب قلت للوالد قال لي ولك وجمع بين حب الآل والصحابة رضي الله عنهما صح الاعتقاد موقنا بظهور ما طواه الله لنا في غيبه من العناية والظهور وفي هذه الطريقة الأحمدية عن السيد أحمد الرفاع المبرور فإن الله تعالى وفضله لا يحسر يدخله في عداد أولياء أهل مقام القرب الذين أخوفهم عليهم ولا هم يحزنون ولنا من فضل الله حال آخر فإن كل من لحقتته وبيعتنا في هذه الطريقة المهدوية الرفاعية عن السيد أبو الهدى الصياد ومحمد المهدي بهاد دين رواس له عين عناية ترعاه في منامه غضته في مرسول صلى الله عليه وسلم لا تنفكوا عنه تلك الرعاية كل ولي من دواوين إلى حيا وهي تنتصر إليه أسرار الكشفات ومنازلات الوالد مرة مستكنه يذوني بالسيارة قال يقال يا ابني يمشي في طريقة أهل الله يا ابني قال التصوف كل يخدمك انسو جن بدون ما تحس فهو مأمورا أيضا برعاية كل من لحقته بيعتنا وأخلص الحب الله مرثاني لنا كيف كان وأينه كان والحمد الله الحمداء طلع شو كلمة الحب بعضهم يقولون منين تيبها الحجي فهذه سيرته الداتية سبحان الله صاحب ديمان رفاعي وهو مجلوس ذكرى صاحبه والسلم في منصق المنصولي خطعتناه شهر سعشرين منزل عشرين سبعة ستين وحتى تارية تقوم به الدروس مع صبات ديني واخت صغب الضيوف والزائرين